ونتحول الآن بالرادار إلى التركيا واستكمال المشهد السياسي في أعقاب فوز أردغان بالرئاسة افتتح البرلمان التركي دورته الجديدة حيث يؤدي أنواب اليمين الدستورية ويترأس جلسة البرلمان زعيم حزب الحركة القومية دولة بهتشلي بصفته العضو الأكبر سنن هذا وسيتم الإعلان عن مجلس الوزراء ونائب الرئيس من قبل رجب طيب أردغان خلال حفلا يتم تنظيمه في الرئاسة غدا ويحضره عدد من زعماء العالم من اسطنبول ينضم إلينا مرسلنا محمد مشهراوي محمد إذن كيف تسير هذه الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد والخطوات المتوقعة أيضا لاحقا بالنسبة للأتراك هو يوم عرس ديمقراطي آخر يشهدونه في هذه اللحظات يؤدي أعضاء الجدد للبرلمان اليمين الدستوري في مراسم تستمر لعدة ساعات يتوقع أن تنتهي عند الساعة الحدية عشر ليلا بعد أن كانت بدأت عند الثانية من بعد ظهر هذا اليوم نتحدث عن ستمائة عضو بالبرلمان بالأصل من سيؤدي منهم اليمين هذا اليوم هم خمسمائة وواحد وثمانين عضوا على اعتبار أن الباقين ما زالوا يشغلون مناصب في الحكومة الحالية وسيؤدون اليمين في البرلمان بعد انتهاء مهامهم في هذه الحكومة بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة والتي سيتم الإعلان عنها مساء يوم غد في مراسم ما يعلنها الرئيس تكرير جبطي بردوغان من مقر القصر الرئاسي في العاصمة أنقرة بعد أن يؤدي هو الآخر اليمين الدستوري بحضور عدد من الزعماء والقادة حول العالم المهم في مراسم هذا اليوم أنها تفتح برلمانا مختلفا يقول الأتراك لم يسبق له مثيل من حيث التنوع والأثراء الحزبي في داخله وذلك بعد أن سمح تعديل القانون التركي للأحزاب بدخول البرلمان من عتبة 7% علاوة على ما شهدناه من تحالفات بين هذه الأحزاب في مختلفها وبالتالي يمثل ذلك ثراء للسياسة التركية شكرا لك محمد مشهراوي مرسلنا من اسطنبول على هذه المتابعة والمعلومات